جولان يعني منطقة سورية عربية وما يمكنش بجرة قلم أو بإعلان أن نحفوها من بس القلم أمريكي نعم إلى حين صحيح قلم أمريكي ولهذا هذا الدولة الأقوى في العالم ولكن هذا ما يلزم إلا الأنسان اللي صحح ما يلزمش للعالم أجمع بالرغم من وزن أمريكا ومن كونها هي الدورة الأعلم ولكن أعتقد أن المستقبل سيبين وأن هذا القرار لا يعني بالضرورة وأن جولان أصبح يعني إسرائيلي